جماعة أشياء كبيرة تحصل للبيتكوين في الفيديو تابع أمس كنت أتكلم عن دخولي في صفقة واليوم راح أعطيكم تحديث عن هذه الصفقة وإذا أنت كمان دخلت في هذه الصفقة فرح أقول لك إيش اللي راح أعمل وأنا شخصيا وراح كمان أتكلم عن بعض النماذج المهمة اللي قاعدة تتشكل الآن في البيتكوين أشياء مهمة لازم تكون عارفينها لأنه هذه كلها يا جماعة تعطينا تلميح عن اتجاه البيتكوين وكمان اتجاه الاثريون مستقبلا البيتكوين على وشك أنه يوصل إلى 300 ألف دولار هذا هو جماعة اللي أعتقده وراح أقول لكم السبب ليش في هذا الفيديو فاتأكدوا إنكم تظلوا معي من البداية إلى النهاية مرحبا بكم مرة أخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عانوا لأبناء الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا انتهت جديد على هذه القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس الآن طب جماعة خلونا ندخل هنا الآن مباشرة ولتقدروا تشوفوا في البيتكوين وهو إنه في الواقع أمس أنتم عارفين بأنه كنت أتكلم عن الدخول في صفقة والصفقة اللي كنت رح أدخل فيها كانت هي تماما هنا شوية هنا فوق هذا الخط الأحمر عند مستوى 30 ألف و 37 دولار فيعني تماما هنا فوق هذا الخط الأحمر وشوفوا جماعة إيش اللي حصل بعد كده نقدر نشوف إنه بالفعل حصلنا هنا على هذا الهبوط وتمتن في طلب اشراء تبعي انخفضنا تماما إلى هذا الخط الأحمر بالدولار وإذا نروح هنا على منصة الوكي اكس فتقدروا تشوفوا بأنه تمتن في طلب اشراء تبعي هنا عند 30 ألف و 37 دولار وزي ما أنتم عارفين يا جماعة أنا دائما نتكلم عن صفقاتي قبل الدخول في هذه الصفقات وفي أوقات نؤدي أداء رائع جدا في هذه الصفقات وفي الواقع نقدر نشوف هنا بأنه في معظم الصفقات كان الأداء رائع جدا آخر صفقة في الإيثريوم طبعا ما كان أداءها جيد ولكن بشكل عام أداءنا هنا رائع جدا وهذه طبعا هنا جماعة الصفقات بجانب بوتات التداول التي تتداول هنا وتدخل أربع حائلة جدا عن طريق استغلال التقلبات طيب واللي حصل جماعة أمس وهو أنه من عند هذه النقطة حصلنا هنا على ارتداد وارتفاع الأعلى وصفقة في الواقع ارتفعت هنا بـ 1.69% وأكيد عن طريق استخدام 10x leverage أو 20x leverage فهذا يعني أكيد كانت راح تكون مرتفعة بشكل أكبر ولكن في الواقع بعدها نشوف هنا بأنه حصلنا على هبوط أكبر هنا ولما حصلنا هنا على هذا الهبوط كنت أقول بأنه نعم الآن إحنا قاعدين نهبط مرة أخرى وهذه أكيد تعتبر إشارة غير جيدة لأنه إحنا أريد يعني هبطنا هنا إلى هذا الخط الأحمر وحصلنا على ارتداد للأعلى ولكن هبطنا هنا إلى هذا الخط جماعة مرة أخرى ولكن لسا كان في عندي إيمان بأنه هذا الخط الأحمر هنا لسا راح يستمر بدعم وحماية هذه المنطقة عند الجسم الشمعات نفسها وحتى كمان هنا حافة الخط البني كانت لسا متماسكة هنا بشكل جيد جدا ومن هذه النقطة تقدروا تشوفوا بأنه حصلنا إلى الآن على ارتفاع آخر طيب وإيش اللي راح أعمله مع هذه الصفقة زي ما أنتوا شايفين يا جماعة إحنا الآن هنا عند مستوى مقاومة تقدروا تشوفوا بأنه في عندنا مستوى المقاومة وهذا هنا يعتبر مستوى مهم فحاليا إحنا الآن يا جماعة عند هذا الخط فيعني هذه الآن قد تكون منطقة منطقية علشان ناخذ الأرباح هنا من هذه الصفقة والصفقة الآن حاليا هنا الآن مرتفعة بنسبة 23% يعني 710 دولار فيعني مش سيئة جدا ولكن راح أظل يا جماعة هنا راح أظل طبعا في هذه الصفقة لأنه أعتقد بأنه في احتمالية محترمة بأنه إحنا ممكن نكسر هذا المستوى هنا وبعدها راح أخذ الأرباح عند مستوى 3670 دولار يعني تماما تحت هذا هنا الخط البرتقالي فرح نجو يا جماعة هل راح نكون قادرين بأنه إحنا نحصل على زخم كافية علشان نطلع إلى هذا المستوى ولكن في هنا إشارة جيدة لهذا الشيء وهي هنا الأسواق التقليدية الأسواق التقليدية في الواقع بدأت هنا في الصعود للأعلى مرة أخرى والآن طبعا إحنا هنا الآن فوق هذا الخط البرتقالي المهم طبعا هذا هنا الآن يعتبر خط دعم فهذه هنا الآن تعتبر إشارة جيدة وتقدروا هنا تشوفوا بأنه حصلنا على رفض من عند هذا المستوى في المرة الأولى عندما حاولنا نكسر هذا المستوى حصلنا هنا على رفض وحصلنا هنا على الرفض الثاني والرفض الثالث ولكن بعدها هنا في هذه النقطة حصلنا على ارتفاع فوق هذا المستوى والآن حولنا هذا المستوى إلى مستوى دعم فطالما جماعة بأن هذا المستوى هنا ممكن يمسك سعر الأسواق التقليدية فأنا أعتقد بأنه في احتمالية محترمة بأن البيتكوين رح يرتفع هنا إلى مستوى 30600 دولار مرة أخرى وفي تلك النقطة رح أخذ الأرباح من هذه الصفقة وهذه رح تكون أرباح أتوقع قريبة من 2000 دولار يعني شيء تقريبي في تلك النقطة طيب الآن جماعة في بعض الأشياء المهمة كمان اللي لازم نكون منتبهين لها تقدروا تشوفوا هنا بأنه على هذه الوجج هنا على الفريم الأسبوعي نقدر نشوف بأنه إحنا الآن في الواقع ارتفعنا أو وصلنا إلى الهدف هنا من هذه الوجج واللي هي تقدروا تشوفوا هنا القمة السابقة فالهدف من هذه الوجج اللي تكلمنا عنها كثيرا في السابق تقدروا تشوفوا بأنه الآن حاليا وصلنا إلى هذا الهدف فيعني إذا أنت كنت تداول وفقا على حسب هذا النموذج فهذا الشيء لازم تكون منتبه له طيب فيها جماعة هنا بعض الأشياء وطبعا هذا هنا هو السبب ليش أنا متمسك في تلك الصفقة لأنه على الفريم اليوم يا جماعة نقدر نشوف بأنه في عندنا هذا التريند لاين المهم جدا تقدروا تشوفوا بأنه حاليا إحنا تماما فوق هذا المستوى فمرأة أخرى جماعة هذا هنا الآن يعتبر مستوى دعم وأعتقد بأنه هذا هنا كمان يقوي البيتكوين يعني مش فقط عندنا هذا الخط الأحمر هنا في الأسفل ومش فقط عندنا هنا هذا الدعم من عند هذا التريند الهائل ولكن كمان في عندنا هنا جماعة نموذج كعادي تشكل الآن على فريم الأربع ساعات طيب هذا هنا يا جماعة الآن عند مستوى 29960 دولار فعلى فريم الأربع ساعات طبعا وهبطنا هنا عدة مرات وفي الواقع كمان هنا هبطنا تحت هذا النموذج ولكن جسم الشماعات نقدر نشوف هنا بأنه هذا المستوى هنا ماسك عند جسم الشماعات وإحنا الآن يا جماعة قريبا جدا هنا من مستوى المقاومة في الأعلى فإذا قدرنا بأنه نحن نكسر أو نحصل على هذه الحركة هنا للأعلى فأنا متوقع بأنه إحنا راح نحصل على ارتفاع إلى هذه المستويات اللي ذكرتها في السابق طيب فهذا هو جماعة اللي أنا أعمل حاليا في تلك الصفقة أكيد كالعادة راح تكونوا قادرين بأنكم تشوفوا إيش اللي راح أعمله هل راح أحصل على أموال أو هل راح أخسر كل شيء راح تشوفوا هنا وراح يكون طبعا موثق على ملف التداول اللي أضيف فيه كل الصفقات تقدروا هنا تنزلوا إلى الأسفل وطبعا تقدروا توصلوا إلى هذا الملف من الرابط الموجود تحت في صدق الوصف اضغطوا هنا على هذه الصفقة وبعدها راح يأخذك إلى الروابط اللي تكلمت فيها عن هذه الصفقة ورح يعطيك كل الأشياء اللي لازم تعرفها عن الصفقة طيب والآن جماعة آخرنا نتكلم عن الإيثريوم نقدر نشوف يا جماعة هنا بأن الإيثريوم كمان هبط أكثر انتوا عارفين بأنه كان في عندنا هنا صفقة في الإيثريوم قبل كم يوم وصلنا إلى مستوى وقف الخسارة عند 1859 دولار وإحنا الآن طبعا لسا هنا هبطين تحت هذا المستوى فيعني كان شيء جيد بأنه إحنا استخدمنا وقف الخسارة هذا ومستوى وقف الخسارة كان هنا نعم هنا كان في هذه المنطقة أسفل القاع السابق طيب على أي حال نشوف أنه منذ ذلك الوقت هبطنا هنا بشكل أكبر في الواقع نشوف هنا بأنه هبطنا هنا إلى أقل شيء عند 1816 دولار فيعني كان شيء جيد بأنه إحنا استخدمنا وقف الخسارة في صفقة الإيثريوم وزي ما أنتم عارفين يعني خسرت شوية في تلك الصفقة ولكن إلى الآن كل شيء جيد وما في أي مشكلة وزي ما قلت جماعة الأسواق التقليدية قاعدة نتفعل الأعلى طيب استراتيجيات التداول جماعة هنا في الواقع قاعدة تؤدي أداء رائع جدا جدا إلى الآن استراتيجيات التداول قاعدة تستمر هنا بتداول بشكل رائع جدا في بوت البيتكوين السريع وحاليا طبعا هنا بوتات الإيثريوم في عندها هنا شوية مشاكل طيب خلونا نلقي نظرة على هذا الشيء بوتات الدورة هنا لكلاء البيتكوين والإيثريوم يعني حاليا هنا بوت دورة البيتكوين أداء جيد حاليا تقدروا تشوفوا بأنه بأرباح ستين بالمئة وبوت دورة الإيثريوم طبعا هنا الآن حاليا في شوية خسارة ولكن بغض نظر الجماعة هنا إلى الآن قاعد يجمع مستويات وصفقات فهذا هنا شيء رائع جدا طيب وبالنسبة للبوتات البطيئة هنا في الإيثريوم تم تنفيذ أربع طلبات واثنين طلبات هنا في البيتكوين فمرة أخرى جماعة حاليا هنا الآن في البيتكوين يعني قريب من مستوى التعادل لهذه الصفقات ولكن بالنسبة للإيثريوم حاليا الآن هنا يعني بعيدين بشكل كبير منها فيعني ربما أنه في نقطة من النقاط وكمان حتى هذا هنا هو الواحد هنا اللي حاليا عنده سبع طلبات شراء راح أرتجه الآن إلى الجهة اليمين علشان أعدل مستوى أخذ الأربع هنا على هذه الصفقة طيب نروح هنا ونخلي هذا المستوى هنا عند أقل مستوى ممكن لأخذ الأربع طيب خلونا ندخل هنا مثلا 1862 طيب وبالنسبة لبوت دورة الإيثريوم ففي عندنا هنا ثلاثة طلبات طيب فرح أخلي يا جماعة هذا الشيء هنا حاليا ولكن كلما تم تنفيه طلبات شراء لأنه زي ما أنتم عارفين إذا أو لما نوصل هنا إلى ثمانية طلبات شراء هنا في هذا البوت ففي العادة أنا أنقص مستوى أخذ الأربع إلى أقل مستوى ممكن ولما يكون مثلا عندنا هنا أربعة طلبات هنا على بوتات الدورة فأحاول بأني أنقص مستوى أخذ الأربع هنا على هذه البوتات كمان ولكن بغض النظر رح أخلي هذه البوتات كما هي الآن لأنه أنا أتوقع بأنه رح يكون في ارتفاع آخر قوي هنا للبيتكوين طيب فهذا هو يا جماعة اللي أنا أعمله وكالعادة هذه هنا البوتات استمرت هنا بأنها تدخل أربع أكثر في كل يوم يمر فإذا عايز أنك تستخدم استراتيجيات تداول هذه هنا بنفسك فأكيد تقدر تتعمل هذا الشيء انزل هنا إلى صندوق الوصف لهذا الفيديو وسجل في منصة لوكي اكس عن طريق هذا الرابط واحصل على ستين ألف دولار بونس إداع عن طريق هذا الرابط اضغط على جوين ناو انضم الآن وبعدها بضغطة زر واحدة تقدر تعد كل هذه البوتات طبعا فيه كمان أكيد منصات دول أخرى تقدر تستخدم البيت وكمان ثري كوماز إذا عايزين تستخدموا هذا الشيء تقدروا كمان تسجلوا في البيت وبعد كده فيه عندكم هنا ثري كوماز هذا الرابط موجود وتقدروا تشوفوا هنا وتتابعوا الفيديوهات التعليمية أضفتها هنا في أعلى صندوق الوصف في هنا عدة فيديوهات تعليمية بخصوص هذه البوتات ولكن زي ما قلت يا جماعة حاليا راح أخلي كل هذه البوتات محتوحة فرح نشوف هل راح أخسر أموالي أو هل راح أدخل أموال أكثر طيب الآن جماعة قلنا نتكلم عن هذا الشيء لأنه زي ما انتم عارفين قاعدين نشوف جماعة هنا بأنه يتم الآن تقديم الطلبات على البيتكوين ايتي افس يمين وجمال من قبل بلاك روك وفايدالتي وبقية هذه الشركات وإذا هذه الشركات فقط حطت 5% هنا أهمين أصولها إلى البيتكوين أو في البيتكوين فكم ممكن يساوي سعر الواحد بيتكوين اعتمادا ووفقا لوليوو راح يكون هنا سعر البيتكوين الواحد بـ 310 ألف بيتكوين وطبعا ووليوو هو محلل بيانات أون شين مشهور للبيتكوين وإذا جماعة في شخص هنا قادر بأنه يعمل حسابات هنا بشكل صحيح عن أنه كيف ممكن هذا يأثر هنا على سعر البيتكوين فأعتقد بأنه هذا الشخص هو أوليوو طيب فهذا جماعة أكيد راح يكون شيء رائع جدا 310 ألف قيمة البيتكوين وهذا طبعا هنا بجانب إيش اللي ممكن كمان يدفع ويرفع سعر البيتكوين فهذه هنا يا جماعة فقط من الأصول نفسها وطبعا تخيلوا جماعة الجنون والهيجان الهائل لما نشوف هذه الشركات هنا تعلن عن شراء البيتكوين فأكيد أنا متوقع بأنه راح يكون في فومو وخوف من تضيع الفرصة بشكل كبير وهائل جدا طيب في كمان بعض الأشياء المغلقة زي ما أنتم عارفين يا جماعة بأنه في عندنا مشكلات الـ TUSD TUSD يستخدموا البنك المصرفي اللي تم إيقافه من قبل الـ US لأنه هم مفلسين فكم كمية الأصول اللي رجعت إلى الـ USD طيب نشوف هنا جماعة بأنه في شيء مهم جدا لازم تحطوه في عني الاعتبار في العادة جماعة لما نحصل على ارتفاعات في البيتكوين فهذا في الواقع كمان يتوافق مع صعود الـ USDT وهذا هنا شيء منطقي لأن الناس أكيد راح يكون يودعوا دولارات ورح يكون في عندهم هنا الـ USDT وهذا الشيء راح يرفع معدل أو القيمة السوقية لـ USDT وبعدها الـ USDT ممكن يتم استخدامه لرفع البيتكوين أو حتى شراء البيتكوين فهذا هو جماعة اللي نشوفه هنا في العادة في دورة البول ماركت ولكن حاليا جماعة اللي نشوفه بأنه بدلا يعني الـ USDT في الواقع العملة الآن هي الـ USDT التي ترتفع وهذه الآن هنا تحصل على قيمة سوقية عالية كمان مع سعر البيتكوين فهذه هنا جماعة ملاحظة مشوقة لأنه يتم إنشاء عملات TUSD أكثر وأكثر ولكن السؤال المهم هو هل في دولارات تدعم كمية TUSD هذه هنا أو لا جماعة هذا شيء أكيد إحنا ما نعرفه ولكن أتمنى بالفعل بأنه يكون هذا الشيء صحيح ويكون موجود وفي دعم وضمان لكمية TUSD هذه ولكن رح نشوفه جماعة وراح نعرف بشكل قريب جدا مع مرور الوقت جماعة هذا كل شيء عند اليوم بتوفيق الجميع وأشوفكم في الفيديو القادم